منبارح اتكلمت مع حضراتكم وقلت يمكن ان هناك من يحاول ان يحدث اي بلبلة حول النادي الاهلي اللي ضرب بالاستقرار الحمد لله الحمد لله احنا دايما بنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل عشان بتجدوا ان هذه الامور بتحصل بعد كده او المحاولات لا تتوقف قلت على اخر الاسبوع يعني انا متوقع ان انا يعني انا ساعتها قلت كده يا هزاري يعني 3000 فيديو 650 الف سبب وراء التغيرات النادي الاهلي في قطاع الكرة القدم والحقيقة ان اللي بيعملوا الكلام ده ما كدبوش خبر والنهاردة مطلقين اشعاعات جديدة كل يوم احد اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي هو المسؤول عن تغيرات قطاع الكرة اللي مشى الكابتن سيد واللي جاب الكابتن خالد واللي جاب اللي مش عارف عمل ايه واللي عمل ايه والله العظيم هذا كلام لا يصدقه عقل والغريب وبالنسبة لي هي شيء غريب جدا ان كل اللي بيعمله في هذا في مجال كرة القدم عارفين كويس جدا جدا ان كل اللي بيتقال ده لا له لازمة ولا له اي تأثير لا له لازمة ولا له اي تأثير مهما تقول حد قالك انه فلان الفلاني ده او احد اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي هو له دور كبير في انه تغيرات اللي بتحصل في قطاع الكرة ومصر كلها تعلم سياسة النادي الاهلي وليه بقول ان كل ده ملوش تأثير لانه الحقيقة جمهور الاهلي قال كلمته وبيدعمنا دي وفريقه ومجلس ادارته وهنا انا ما بتكلمش عن اسماء ما بتكلمش عن اسماء هو حد ينكر النساد عبدالكابتل النساد عبدالحفيز ده من يعني من اقرب الناس لقلوب كل الاهلوية حد ينكر الدكتور احمد ابو عبلا ده واحد من الناس اللي عملت اللي جات فترة وعملت شغلها حدش يقدر ينكر هذا الكلام حنفضل نتكلم وحنفضل نقول الاهلي الكهان الكبير وجمهور الوافع العظيم واللي فيه ناس بتحاول تعكر اجواء الفرحة باشاعات كل يوم كل يوم اشاعة وكل يوم موضوع بيحصل انا بس عاوز اقول اللي بيعملوا الحركات دي ان عادي يعني طلعوا خلاص زي ما انتوا عايزين طلعوا اشاعات كل يوم واحنا حنطلع نتكلم ونرد عليكم جمهور الاهلي صاحي وواعي وقال كلمته من اول يوم هل يوم النتكلم بيادعم نديه مش معنى كده ان هو ما بيحبش ساياك كابتن سابح حفيز ومش معنى كده ان هو ضد كابتن لا هو ممكن جدا يكون الناس زعلانا او بعض من جمهور الاهلي زعلانين ان كابتن سايد مشي لكن الكل الكل بيساند النادي الاهلي وبيدعم قرار النادي الاهلي في هذا الامر وبيدعم كل أولاد نديه لجمهور النادي الاهلي سواء اللي في مناصب او برا مناصب لأن ده هو اللي تربينا علينا داخل النادي الأهلي بالمناسبة فكرة أن النادي الأهلي مكتسح كل البطولات في الكورة وفي مختلف الألعاب بالمناسبة والحمد لله بيواصل نجاحاته على مختلف الأصعيدة بتدايق ناس كتير بتدايق ناس كتير خليهم متدايقين وخلونا في فرحتنا بهذا الموسم التاريخي خلونا احنا كمان في فرحتنا بهذا الموسم التاريخي